يب الوجيه أخيرا قرر يسوي مراجعات مطولة في اليوتيوب لكن صدقوني لو الموضوع بيدي كان من زمان ولكن الظروف عندها كلام ثاني أهلا والله بالجميع معاكم الوجيه واليوم راح نراجع المسلسل المظلوم جدا سانز أوفاناركي قبل نبدأ المراجعة لازم تعرفون انها المراجعة ما راح تحتوي على حرق للأحداث يعني لو لسه ما تابعت المسلسل تابع المراجعة الخفيفة هذه لعلها تعطيك دفعة انك تتابعه وصدقني المسلسل يستحق انك تعطيه فرصة في البداية خلينا نتكلم عن فكرة المسلسل أو بيئة المسلسل المسلسل يتكلم عن أندية الدراجات النارية واللي ما يعرف وش هي أندية الدراجات النارية هي منظمة مثلها مثل أي منظمة فيها رئيس ونائب رئيس ومستشارين وأعضاء بلا 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 حلوين حلوين الأندية هذه قد تكون ربحية أو قد تكون للمتعة والترفيه فقط إن كانت ربحية قد يكون دخلها شرعي وقد يكون غير شرعي شرعي يعني مثلا النادي عنده ورش للسيارات أو مقاهي أو محلات للدراجات النارية وغيره والغير شرعي يعني مخدرات وأسلحة ومنها الكلام حلوين حلوين لكل نادي من أندية الدراجات النارية اسمه تاريخ بعضها قد تكون عشرات السنين ويمكن أكثر وبعضها قد تكون حديثة بعض الأندية أحياني يكون لها فروع ياب لها فروع وقلنا أنها منظمة أو مؤسسة والحين راح نشرح إيش قصة الفروع لأنك تحتاج تفهم الجزئية قبل ما تتابع المسلسل مثلا النادي الأساسي هنا اسمه سانزوفاناركي وله فروع كثيرة بعضها داخل أمريكا وبعضها خارج أمريكا النادي اللي موقعه في تشارمينغ هنا وهو أساس القصة اسمه سام كرو وهو النادي اللي تدور أحداث المسلسل حوله بعد كذا في فروع ثانية مثل نوماد وغيره هذا بالنسبة لمفهوم أندية الدراجات النارية كمنظمة أو مؤسسة مستقلة بالنسبة لقصة المسلسل فأحداث مسلسل تدور حول عصابة أو نادي سام كرو سانزوفاناركي وتعاملاتهم الغير شرعية في مدينة تشارمينغ لأن الأمان راح تجد صعوبة في الحكم على أخلاقيات هذا النادي فبطريقة إنما هم عصابة ومجرمين وبطريقة أخرى هم مناسي بحثوا عن استقرار وتوفير الأمان لعائلتهم وبالعكس يهتمون لمدينتهم الصغيرة ويحاولون يحموه وما يسمحون لأي أحد أنه يتعدى حدوده داخلها لكن هل هم سيئين أم كويسين عاد أنت أحكم بنفسك أكتش أنت وضميرك الشيء الثاني واللي خلاني أحب المسلسل وتعلق فيه هو تعدد الشخصيات المسلسل مليان شخصيات رئيسية يا جماعة راح تحبها راح تكرهها راح تنسجن معهم بشكل غير طبيعي ورح تنبسط منهم راح يخلوك تضحك في لحظات وفي لحظة ما أنا متأكد أنك بتقول يا لات عندي ناس أحبهم ويحبوني ويهتموا فيني بالشكل هذا خلوني أختبر نفسي في حفظ أسماء الشخصيات خلينا شوفها نحافظها أو لا جاكي بوي أوبي تيغ كلي بوب جوس شبستارا جيما هابي بني وش كمان ولا ما دل يا جماعة عاد هذا اللي في بالي الفكرة أنه حفظي للأسماء أو لأسماء الشخصيات ما كان اجتهاد ولا هو شيء تكلفت فيه بالعكس شيء جالس أفتكره تلقائيا لأني فعلا حبيت الشخصيات بخيرها وشرها ورح تفهم كلامي لما تتابع المسلسل هذا من ناحية الشخصيات غير كذا الدراما الرائع وبناء الشخصيات والأحداث كلها على بعضها جميلة ومتزنة أي نعم بعض الأحداث قد تطول وتوجع راسك لكن لازم تعرف أن المسلسل ما هو ماشي على وتير واحدة أبدا بالعكس فيه تنوع في الأحداث فيه شوية أكشن شوية حرب عصابات وشطحات كوميدية رهيبة وعنصر الدراما برضو موجود غير اللحظات المؤثرة واللي راح تأخذك إلى حافة البكاء أحيانا ما أخفيكم للمانا في لحظات هدوء وركود في المسلسل بس صدقني صدقني أنت تحتاج هذه اللحظات قبل طاقة بالمسلسل نفسه طيب تقييم المسلسل 8.6 من 10 ونازل منه 7 مواسم كاملة ومنتهية وترى التقييم عالي عالي 8.6 أنا شخصيا معطيت 9 ولو تبغى نصيحتي لا تستعجل فيه خلصوا على مهلك لأنه أنا لما وصلت إلى الحلقة الأخيرة أصلا أصلا أعرف ما عدا مفتكر شعور ذاك أزود أني جالس تفكر أسبوع هل أنا مستعد لتوديع هذا المسلسل أنا مش مستعد ولكن الوداع شر ولا بد منه تابعت الحلقة الأخيرة يعني بعدين بعد استخارة جدير بالذكر قبل ما ننهي الفيديو في مسلسل اسمه ماينز ام سي مشتق من نفس عالم سنزوفوناركي ما بنفس مستواء أي نعم لكن لو كان الوداع صعب عليك لدي الدرجة هذا المسلسل ربما ربما يكون جرعة مهدئة لك إلين تشوف لك مسلسل آخر إلى هنا نكون وصلنا نهاية المراجعة شاركوا الفيديو مع صدقائكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وفعل جرس التنبيهات واكتبوا لنا رأيكم حول المسلسل في التعليقات ويب بس كده كان معكم الوجيه في أمان الله